لا يزال الجدل في إيران حامي الوطيس خصوصا بعد تصدر المرشد خامنئي إلى المواجهة مع الإصلاح روحاني حول الفشل في أداء حكومته الأمر الذي دع المرشد إلى الإعاز لساعده الأيمن ورئيس ما يسمى بإدارة الأضرحة التي تعد المؤسسة الأكثر ثراء في إيران إبراهيم رئيسي إلى الدخول في سباق الانتخابات الرئاسية والظهور إلى الواجهة كمرشح مدعوم من قبل مرشد ضد الإصلاحيين الذي يسعى خامنئي للنيل منهم وإبعادهم عن المشهد السياسي في إيران إبراهيم رئيسي الذي يبلغ من العمر 56 عاما يعد من رجالات التيار الأصولي وأبناء الثورة الخمينية الأوائل والتي كانت له يد بفريق ما يسمى فرقة الموت التي حكمت على عشرات الآلاف من السجناء السياسيين بالموت عام 88 من القرن الماضي لذا يعد مقربا من دائرة المرشد ويحظى بقبول رجالات الحرس الثوري والاستخبارات أيضا في ظل الصراعات الداخلية حول السلطة كانت حاجة المرشد إلى شخصية يحظى بقبول الأغلبية فبعد إبعاد أحمد نجاد لضرب الإصلاحيين جاء اختياره لإبراهيم رئيسي الذي حظي بتأييد خمسين من أصل ثمانين عضوا في مجلس خبراء القيادة المكلف بانتخاب المرشد الأعلى المحللون يرون أن هناك مخاوف على مصير البلاد مع قرب الانتخابات الرئاسية وعدم تكرار أحداث 2009 وكذلك في حال وفاة مفاجئ للمرشد الذي هو الآخر يبدو في حيرة من أمر نفسه ومقعاده الشاغر من بعده والذي لا يستبعد بعض الأقربين عن نية المرشد من خلال تلك الصراعات إسقاط الجميع في بعضهم البعض ليخلو الطريق في النهاية لابنه مشتبع